وليسمع الجميع أن يوم العيد على لسان أحد الضباط الموجودين كان يعرف أن الحوثي وقيادات الحوثي موجودين والآن يجونهم ناس معايدين يسلمون عليهم أبت شيمة الجندي الإماراتي وضابط الإماراتي أن يضرب هذا التجمع كم إحنا فخورين أنا كنت فخور يعني يعرفون أن وصلت معلومة دقيقة بأن جماعة قيادات الحوثي الآن يستقبلون مهنئين لم يعني تقبل شيمة الجندي الإماراتي والضابط الإماراتي والمسؤول الإماراتي أن تستهدف جماعة في مثل هذه الظروف وفي هذه المناسبة كم إحنا فخورين الله عليك يا فخر العرب يقول لكم أبت شيمة الجندي الإماراتي أن يكصف قيادات حوثية أيام العيد لا أيام العيد لا يعني أبتهم قيادات مش حتى فرات أبت شيمته يعني صح يعني يخرب عليهم اللوز والزبيب والكذا عيد أو يوسق عليهم الثيابات هم قيادات حوثية تعرفوا الحوثي ما يلبسه بنظيف لا فالعيد مشارط إذا في توجيهات من السيد القائد ولا ما يلبس نظيف فهو ما يريد يخرب عليهم فرحة العيد ولا فرحة النظافة عيد العيد فرحة ما يكصفش فرحة العيد إذا كانوا قيادات حوثية بس لو كان حزن مثلا زي الصالة الكبرى حزن هذا يعني يعزوا مرة واحدة قصفهم وأيضا ما كان فيهش قيادات حوثية الشيمة الجندي الإماراتي ما تشتغل إلا في العيد وإذا هي قيادات حوثية وإذا في زبيب ولوز والصالة كان لا هو عيد ولا في زبيب ولا فيها قيادات حوثية سيطة بعد استهدافنا من طهر الإمارات السعافة الجرحة ها عندما قصفوا جيش الشرعية في نقطة العالم وقتلوا ثلاثمائة جندي من الجيش الوطني كانت أيام دوام ما كانش أيام معت عيد وفرحة ولهذا المفروض الجيش الشرعية يكون ينسق مع شيمة الإمارات يعضوهم الجدول تبع الشيمة لأنه إذا خرجوا ويخوضوا معارك وشيمة الإمارات مع الطلام لا يلمون لا نفسهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة